أخيرا من الحاجات اللي مش لازم نعملها أمام أطفالنا هو مشاهدة أو سماع أي محتوى غير لائق بالنسبة للطفل وطبعا دي فيه حاجات ما بقتش بس بقى فيديوهات وأفلام ومسلسلات وأغاني لا دقى فيه بقى حاجات فيديوهات على السوشيال ميديا وحاجات وكلام يعني غير لائق خالص أو تصرفات حتى غير لائقة أرجوكم أرجوكم بلاش طريقة بقى أو الحجة بتاعتها هنوديهم فين أصلهم ما هم قاعدين معانا ما احنا من حقنا برضو نتفرج برضو شوية شوفوا اللي انتو عايزينه يعني ولو ان انا بستغرب بس شوفوا اللي انتو عايزينه اسمعوا اللي انتو عايزينه بس بلاش أطفالنا اللي لسه على الفطرة الطيبة يعتادوا القبح والفجاجة والابتزال خصوصا ان بقى فيه منصات دلوقتي إلكترونية بتعرض محتوى يعني عملين يتبارف انهما ازاي يعلوا سقف الإسفاف يعني بقى التنافس في كده بقى فيه تنافس في الفيديوهات على كده اللي هو ان احنا انت قالت أدبك كده طب انا هقل أدب أعلى فاهمين قصدي انا هقول انا هفجئكو هقول كلام اكتر اللي هو ده ينفع هو ده ينفع يتقال في زوء آه ينفع بقى تخاليه خلينه ينفع يعني فيه ناس بتبقى فرحانة بقى بالحاجات دي ده دي حاجات وحشة حاجات وحشة وانا مش بتكلم من كاوكب تاني بس دي حاجات وحشة بعد فترة قصيرة جدا بتكتشف قد ايه اللي بيشوف الحاجات دي او اللي بيلزم نفسه انه ينتمي لهذا العالم بيبقى قليل بيبقى قليل في المكانة الاجتماعية وقليل في الاحترام وقليل في حاجات كتيرة لان الحكاية ما بتتجزقش يا خلوا اطفالنا هم اللي يشدونا نحيتهم يشدونا نحية برائتهم نقاقهم بلاش احنا اللي نشدوهم نحيتنا نحية سقطاتنا ونحية اخطأنا ونحية تجاوزاتنا وكفاع لهم قوي اللي بيشوفوه في العالم من ظلم وجرائم باقتنشرات الاخبار ما بتعرضش غيره